رجعنا لكم مرة تانية اي احد عند سؤال اتفسار اي حاجة يحب يشارك بها معنا خشونا على صفحتنا على الفيسبوك اربعة شارع شريف وكمان ممكن تتواصل معانيا من خلال الانستجرام شريف مذكور تيفي لو سمحتوا خشوا صحيح عندي على الانستجرام اعملوا فولو عشان كده مرزاني بقى وعش في قسط الناس انا اقلب وزيق في مصر عنده فولوورز على الانستجرام اعمل 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 اعملوا على فكرة اتعرض علي مش عارف الميت الف صد برقم كده اروا حتبرع بيهم احسن اخبارك ايه? قيتة جدا. حلويات. كله حلو? النهاردة قدامك حاجات غريبة. سوسيس او سجوء. سجوء. وكرومب وبطاطس. لا. انا هشاور تقولي ايه ده? ماشي. ايه ده? ده رامبود ثمبس. ده طاجن يعني? اه. صنية. قوليه بيقشوش عشان عايزها اعرف. رامبلد ثمبس. رامبلد? 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 ثمبس. ثمبس. ثمبس? يعني ايه? ده اسم الطبق. رامبلز يعني ايه? لا لا مش هتلاقلها معنى يعني ده قديم قوي يعني من ايام قبل الانجليزي بتاع النهاردة يعني. ايام شيكسبيرا. مسلا. وده ايه? دي سرطة البنجر. مغزي جدا للشعر. بسلام. جدا. بعد كده هقول لكم. وايه ده? ده سحرة بالفراولة. سحرة بالفراولة. طيب بصوا يا جماعة البنجر من الحاجات مغزية جدا اصلا. مغزية جدا للشعر. بتخلوا بالكم ان لما بتخشوا التوالات بعدها بتاكلوا البنجر التوالات بيبقى شكله متغير. او لونه متغير فما تتخذوش. في ناس بتخذ. بتكلموا ان في دم او كيفة بيجي لهم آآ زعر. فهو لا هو بيخلي فعلا شكل بذات البن نحمر. فما تتخذوش. لو انت واكل البنجر وحسنا كده ما تتخذش. اوكي. اوكي? يا عزة كتير ايه? هنبدأ بالكرومب. ما دي للكرومبي يا مناد? عندنا اربع كوباية كرومب متقطعين شرائح وفيعة وربع كيلو سجوء متقطع حلقات. كوبايتين بطاطس مهروسة ونف كوباية لبن ونف كوباية زبدة ونف كوباية جبن شازر ومالح وفلفل وجوت تطيب وبصلا كبيرة متقطع شرائح. بص بقي سيدي. هو الطبقة الاصلي انا يعني ايه لعبة فيه شوية. عشان انا شفته ان هو ايه يعني عبارة عن بطاطس وكرومب وبصل يعني ما فيوش ايه. حقك. فقررت امصره. وحطيت له سجوء. اه. اه. عشان ادي له شوية. اه. اه. ده حقيقة. المصل. هو فيه برا سجوء? اه طبعا. طبعا. زي بتاعنا? انواع كتير اوي. عندهم سوسيس وفرانكفورتر دا ولا. لا. وفي مرجاز وفي مليون الف نعمل. بالطعم والنكهة دي? لا بكل واحد وتوابله بقى. اه. احنا عندنا. وفي نسبة اعلقوا يجفف مسلا شوية فترة كبيرة. والسلامي مسلا ما هو ده نعمل السجوء برضو. والسلامي سجوء? اه طبعا. انا بحب السلامي اول. اه. السلامي في روسيا يجنن. مرة ايرا واخواتها جابوا لي سلامي من روسيا. طحفة. طحفة شيء جميل. اه. هو فعلا روع. السجوء انا بس يعني عاملها على نارة عالية الاول انا مش عايزة سويه انا عايزة بس ايه احمره وعمل له لون. علشان يديني طعم يأثر على بقية الحاجات اللي في الطبخة. فهو كده خلاص اتحمر عشان التواصل كانت على النار عالية. هحط له البصل. وهحط له الكرومب. كرومب طبعا يعني لما يحطه على النار. هيفتص. هيخص. هيكش. كتير. فنديره وقته. وعلشان نساعده انه هو يكشه وينزل ميته. هنحص له شوية ايه? ملح. سطور. زيك القطاع شريف بينتبه. بالحاجات اللي بنقولها. نحط الايدي عشان احنا عايزين كمية معقولة طبعا نخلي بالنا ان السجوء طبعا بيبقى ملح. وعبال ما ده يحصل انا هشتغل على بقية الطبخة اللي هي البطاطس. الزبدة دي انا هسيحة في المايكرويف. واجي لك. براحة. بكي هبنعمل لكم طبع ده انجليزي قلتي. اهو بص هحكي لك حاجة. الطبق ده اه موجود المقادير بتاعته في بريطانيا كلها. بس سكوتلندا وانجلترا. والتالتة بتاعتهم ايرلند ايرلندا. كل واحد فيهم عنده ايه مختلف منه. بس من نفس المكونات. يعني مسلا اه سكوتلندا زي ما احنا نعمل نهارده بيحطوا في الفرن. انما انجلترا اه بيعملوه زي اقراص زي العجة كده. اوكي. نكمل بقى بقية الطبخة. عندي هنا بطاطس مهروس. انا بس سلقت بطاطس وهارستها. ما فياش اي اختراع. هحط عليها اللبن. وعندي كمية جبنة شادر انا هحط بس المشطقة هنا. انت عارف هم مشهولين جدا 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 بجبنة شادر بتاعتهم. يعني دي زي كده جبنة القريش عندنا يعني جبنة التقليدات بتاعتهم. وهحط عليها ملح. وفلفل. وجسط الطيب. جسط الطيب دي برضو ايه تجويد من عندي. اوكي اوكي او متحادل الاكل او. اه بالزيت البطاطس بطراحة دايما مع جسط الطيب بتبقى احلى بكتير. بس يا سيدي. وحنجيب شوكا. ونقلب الحاجات دي سواه. ساحة الزفدة ممتاز. اعطالك انا. طب هانت عارف البلاد السقعة دايما بيأكلوا حاجات فيها دهون كتير. عشان يتدفف. مش عارف ازاي ناس بتقدر تعيش في البلاد دي. اه. بالاكل ده بقى. انا في ايطاليا رحت اه كان حظي حالو ان انا سوف. اه بليز. انا شوفته في اه في برلين سنة الفين وعشرة. اه. بس ما كانش كتير قوي بتراحة كدت حاجة غريبة طبعا من لسبيل. بس كنت مندهش. اه وتوعا ده احنا بقى فرحانين بس لقينا بس سنة ونبصين باستغلاب اللي هو ايه الاحداث ده. نوعات بقى نرمي على بعضه بتاع. بصراحة عندنا في مصر الجو بتاعنا ما فيش احلى منه. اه ده هي. في الصيف وفي الشتاء في كله جوينة حلو. يعني بتعرف بس نوع حلو فقال لما تروح البلاد التانية بقى. يا الناس اللي بتروها الخليج طبعا يعني عارفة. انا رحت مرة دولة خليجية. بتعليك الى عن نور. انا طلعت من وطار انا جالي صدمة. او. لأ جالي صدمة. لأ ايدها عارفة. هبو. 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 انت روح فيه? لا بس بس معا. انت عارفة ما تبقى مسخنة الفرن على الاخر. ويسفجأتها انت فتحيه? انا قلت له لأ انا عايز ارجع. وبقالين لقيت النادارة كلها شبرت انا بقلت بس ندارة. لا 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 مش طبيعي. الله يكون مفعون الناس هناك. اه. مش. انا مقدارش عايش في سكيف. انا مقدارش كل حياة تبقى فتكيف. معقول. لا او كيف تكيف بس انا عايز عايز افتحشبات. ايوة فهم اصبت. فهم اصبت. اللي بيصعبوا علي كمان بتعصين. انا عندهم تلوس كبير قوي. والهند. اه. فهو لازم يعودوا في تكيف يعني ما ينفعس يطلعوا في الهواء حي. لا الهند تتعلم اناك الدنيا اللي هنسفر. بس دلوقتي اعتقد ما بقاش كده. هم اتطوروا كتير بصراحة. الهند فضيع. اه. في نواحي كتيرة. الهند انا روحت مرتين الفرق بين كل مرة ست سنين. هتصد اا اا اكين بلد تانية. اه. روحت نفس المدن? نفس المدن اه. واو. طيب الكورومب طبعا ايه زي ما انتم شايفين كده? فتس خالص. فاللي هنعمله ان احنا هنديب مغرفة او يعني معلقة كبيرة او شيء نغرف به. ويعندي هنا طبقة بيدخل الفرن. اي طبقة بيدخل الفرن يعني? مش لازم يكون شفاف. ممكن يكون طواج عادي جدا. وهنغرف في هذا الخليط المكون من البصل والكورومب والسجوء. ونعمل يعني طبقة سميكة لان هو كده كده كورومب على فكرة لما بيقعد في الفرن بيرجع ينزل ماية تاني. ايه. ويخس تاني برضو. فايه? ما ما نخافش ان احنا نملاي يعني. ام. وفعلا ان الكورومب يعني حرام ان احنا يبقى كل وظيفته في حياتنا هو المحشي. يعني. لأ احنا عندنا في البيد ان نستخدم زيباهم كذا حاجة. استعملوا ايه? انا محبهم خلل صبعا جدا. اه. خلل ده بنزبالي شيء وبنحط مع شوية بانجور في بالمان الروز كده. يا الله مع الفول بقى. واو. وبعدين نحط البطاطس. هنعمل البطاطس يعني معاملة ايه? بشامل مسلا. كده على الوش. كده لنا شوكا يا عشان نفرت بيها. عشان ايه? عشان نفرت بيها بس لا. مش عايزة سباتيول بطاطس. اه حيهرب. لو انت هتعرف تعملها اهلا نوس اهلا. تعال عاملها. يلا وردينا القوة. شطور. سهية كتيرة. ما هي المفروض تبقى كده. متحطش عليها بيضة او حين? هحط عليها بقيت الجبنة. بس اقولك بقى لحاجة انا بحب اعملها. اه. انا بحبش بقى ايه فلات كده من فوق. بحب بعمل فيه موجاتها لشان ايه بتقربش. اه هعمل لك بقى. تبقى حلوة قولة. بس كده نمحره. نمحره. نمليسه. نمليسه. وبعدين نعملك فيه اشكال اللي انتو عايز ايها. يا السلام. ايه ها. كده هوا? انا بصراحة بص يعني بعمل بطريقة. ازاي? عشوائية شوية. بجيب معلقة. اه. وبعمل كده 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 كده. كده هوا. ونغرقه جبنة. اه وبقيت الجبنة بقية هنحطها من فوق. تبشرين عليهم من فوق كده شوية جوز تبسيب. تاني? مش. عاببه بس من فوق. قبل الجبنة. عابب بس من فوق. عشان خاطر قصة الشجفة. البطاطة جداها انك هفضيها. تحقيق. بس خلص. شوية الجبنة من فوق. ويدخل الفرن. لمدة اربعين دقيقة. في ناس منهم بقيت روح مقلبهم كلهم على بعض. البطاطس عالكروم بقى السجوء. مين? اه في الناس هناك برضو. اه. في بريطانيا. اوكي. كده خلصنا اول طبق. اول طبق. تاني طبق هتستخدميش البوتاجاز? لأ. سلطة? سلطة. اللي هي البنجر. طب قولنا مقدر. مقدير سلطة البنجر كلاتي. عندنا نص كيلو بنجر. وملح وفلفل. ومعلقتين كبار زيت عبات. وتلات معالق كبار زيت زيتون. ومعلقة كبيرة عصير لمون. ومعلقة كبيرة عصير برطقان. ومعلقة صغيرة بشرة برطقان. ونص معلقة صغيرة كمون. ونص معلقة صغيرة كزبرة نشفة. ومعلقتين كبار نعناع. ومعلقتين كبار جبن قديمة. ونص ربط الجرجير وبصلايا خضراء. مدقى التعاشة رايح. هنعمل كليش. شكرا جزيلا جدا. انا حبدأ بالصاص بتاع السلطة او الدراسينج. اللي او التابيلة يعني تاعت السلطة. البصل الاخضر. انا حامل حركة بحب اعملها دايما مع البصل سواء اخضر او مش اخضر. ان انا بحب اتابله واسيبه شوية. مم. فده بيخلي الحدة بتاعته اه تروح شوية ما يبقاش يعني فج قوي. فحط عليه عصير البرتقان. اه. اه. بشر البرتقان. بشر البرتقان طبعا بيعمل ايه? طعم حلوة جدا على اي حاجة بيتحط عليها. وحنحط له عصير الليمون. الفاخ ده بقى اللي انت قلت. اه لأبويا يعملها بالتابيلة اللي عليها الانشودة سرعة التجان. بالجد الف اهنة وسيفة. هو طباخ ماهر. اه. وحطيت الكمون والكزبرة الخضرة. اه نشفة قصدي ساري. وححط عليهم ملح وفلفل. اه. تاني هقول عشان الناس ما اتخش يعني مني كل حاجات اللي حطتها دي. اهنا حطينا البصل وحطينا عليه عصير وبشر برطقان. وعصير لمون. وكمون وكزبرة نشفة. وملح وفلفل. وحنسيبه كده ايه? شوية. يطبل وياخد ويدي مع بقية مقدير الصوف. الى ان يحدث ذلك. هنتكلم شوية عن البنجر. اه الله صباحتي. تناويني الصينية اللي في ريحك هناك دي. اشكرك. بص بقى يا سيدي البنجر ده عملنا في ايه? البنجر ده انا غسلته بس وروحت ايه? لفه ففوي مع ملح وففل. طبعا هتبتع الناس تقولك مينفعش نحط فويل عالاكل. مينفع نحط فويل عالاكل طالما ان هو مش حاجة حمدية. يعني مسلا ما فيه وش تماطم. ما فيه وش حاجة فيها خل او لمون. ده عشو مش حتى تفاعل. بالزات. هو بس بيتفاعل مع الاحماض. دي معلومة مهمة. اه. والناس كتير يعني فعلا بتخاف. وعلى عموم لو حد برضو مش مختنع بالموضوع ممكن يدفع فورقة زبدة وبعدين يغلفها بفويل. وبعدين حنقشره بكل سهولة. انا محب بقى احط البنجر في الفرن مش اسلقه. لان في السلق كتير قوي من طعمه بيروح بصراحة. اه. بتشوي. اه بالزبط. تناولنا بليز اه حاجة نقطع عليها من تحت. وسكينة لو تكرمت. اشكرك. بس سهول اش بيطلع بكل سهولة ويصر. ديني منديل بعد اذنك. لسا كنت بعملها. اشكرك اشكرك. نقطع البنجر. طبعا البنجر انه بحب ان هو يبقى ايه? حتت كبيرة كده ان بقلازة نقطمها يعني نحس بيها. ايه ديك بالخلى عشان ما يجد. طبعا انا لسا هقطع فلسا حمسكتين. نقطعه كده بالنص. وبعدين بحب اعمله زي وجز او ايه جوانح. كده هو. دي كمان كده هو. وكده هو. ونجيب طبقت السلطة موجود هنا تحت. ودي واحد. طبق فلات. هم تغري فيه? غال? والله. لأ طبعا عايز بتغريف ده. ماشي. نوسيت. تجيب لنا بنجراية كمان نعملها? اوه. مشكرك. موضوع بسيط خالف جدا. وصفل جدا جدا. وعلى فكرة موضوع ده مش مش بس البنجر ممكن نعمله مسلا في الججر يبقى جميل جدا. وبجادة انا نفسي ناس تجرب انها تحط البنجر في الفورن بدل ما تسلقه. طبعا هياخد شوية وقت اطول بس فعلا هيفرق في طعمه جدا جدا جدا. ولبرده الحاجة لناس كتير بتسلقها اه وانا يعني تصعب علي القرع العسلي. لناس كتير جدا بتروح سلقه. بس عايز اقول لك بقى ان قرص القرع عسلي في الفورن اسهل بكتير جدا من المسلوق. لان انت لو هتحطه في الفورن انت مش محتاج تقشره. بنحطه بقشرته? اه انا بروح اسمها كده على اربعة مسلا في باب اشرا في الفورن. لما تستوي انت سهل جدا طلعها بالمعلقة من القشران. في مصدي. تبقى احسن بكتير قوي. وكمان طعمها بقى مش بيروح في المية. مممم. وبتجرمل كده بتبقى زي البطاطا بتبقى حلوة قوي. نشيل اول والاخر. وبعدين نقسم بالنصف. انت بتحب تكل بانجر ازاي? اه عندنا بيعملوه الواحد وكده اه بيحطوا عليه مش عايب يحطوا عليه ايه فراحة ايه بيحطوا عليه لامون وخلي وزيت زتون. الله. وطوم اعتقد بقى. اه. وبحب اكله بكمية. اه. هو فعلا من روقة. كده اهو. بس هو ما عندنا بيش لقوه بس انا هقول لهم فكرة الفورن احسن بكتير انا هخسر ايدي وايه. قد اعمال لي بديل اول. سيبي دي سيبي دي. اه. بس طبع ناس كتبقى بتحب تربس جوانتيات وكده وهي بتعمل الحاجات دي. بس انا يعني حبش ادخل بلاستيك في الاكل. على قد ما قدر يعني طبعا بستعمل ايدي. طبعا بليك خلي. دي يشلك اله. اه. اه. انا بستخدم الخلي كتير قوي حتى بنظف بيه المتجاز لو بتلاحظه. انا انا بحب الخلي وبحيس ان هو بينظف الحاجة. ده حقيقي جدا. بيطهر الحاجة. اهو بيت حشري طبيعي. ده حقيقي. تمام راح البنجر شكرا يا قستش ليك. لحد ما. هنعمل باقي دلوقتي. نحط باقي ده على ده. نحط ده على ده. يلا. البنجر خلاص اعملنا فيه كل المعمل. هنحط عليه النعنيع. انا بحب استعمل النعنيع ورق. والجردير. ونحط عليهم. انا حامل في حاجة وبالي ارجع عنه هنا عشان عارف يقلب. نحطوهم هنا. ونحط عليهم السوس بالبصل. نقلب هكذا. الله 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 الله. نرجع نغرفها هنا هو. طوحفة. طوحفة. اوكي. اخر حاجة بس اخر حاجة. ايه? جبنا قديمة. جبنا قديمة. عايزاش محمس حالا. بس يدي معلقة تاني بليز عشان عارف حط على الوش. ايه اخد بطرف المعلقة بس كده ايه? حتت عشان طبعا ما تبقاش مركزة حتة يعني معينة جبنا قديمة حاجة طعمها قوي جدا جدا يعني. وحتعادل اه السويتنس او سعيدني يعني ايه السويتنس? الحلاوة حل. اه الحلاوة اللي موجودة في عصير البرتقان اللي حطناه في البنجر يعني البنجر مسكر شوي. فالجبنة القديمة مع الحلاوة دي حتى ايه? بتاعمل شغل عالي. وبكده نكون خلصنا الصنف التاني. خلاص? شرفتونا وانستونا. نستقى. نحن اللي جاي ايه السحرب? السحرب. بس نسمع اغنية حاجة. العنداليب. يلا بينا. يلا نسمعكم دلوقتي مع استاذ حسام اغنية من اغاني العنداليب. اصمر يا اصمراني. وبعد ايان اخطفوص بعد الفاصل نرجع نعمل السحرب مع مونة خليق معنا وصمعتم ازيكا. اصمر يا اصمراني. من الزكاني. لو ترتب هوا. اربا اشرا شريك. اربا اشرا شريك. رجع للكم مرة تانية كلنا عارفين السحلب وبنحب نشرف في الشتة سحلب بس النهاردة اه مونة عاملة سحلب فالنتاين قوي. ايه بقى? عاملين سحلب بالفراولة. سحلب بالفراولة. ايه بقى ده قولينا مقديره. مقدير بتاعياتنا عندنا كوبايتين سحلب معمولي يعني زي الملعلبة بتقول. وعندنا كوباية فراولة متقطعة مكعبات. وكوباية تعطير فراولة احنا ضربانها هنا في الخلط. ومعلاقة صغيرة نعناعين عشف نعناع ناشف ومعلاقتين كبار سكر. الموضوع في غاية البساطة والتهولة يا اساس شريفة. الوقتي همنادي اتنين فراولة. فراولة مكعبات وفراولة مضروبة. الفراولة مضروبة هنجيبها كده هو. نحطها في حلة. مع آآ سكر وعصير آآ عصير اسمه ايه? نعناع ناشف. آآ. لغاية ما ايه آآ قوامها يتقل شوية. وسكر طبعا هيحليها يسيح. وتاخد من طعم النعناع شوية. الله. اه. ده حلوم لعبعد كوبتيلة? جدا. انا بحب بحب اعمل جدا على فكرة مربط آآ فراولة بالنعناع. تبقى حلو قوي. اوكي. نجدهم كده على النار. ونرجع لالسحلب المطبخ. ممكن نستعمل معلقة عدلية. هزا. ده صحلب عايب. هو صحلب عملته زي ما العلبة بتقول بلبن. وهيحط عليه الفراولة بقى الايه الطازة. تقطع مكعبات. علشان يبقى فيه حاجة في النص ايه بت ايه? بتغير يعني بتغير قوام. ما يبقاش كله حاجات ايه طريق. وكيتاكل بالمعلقة يبقى عظيم جدا جدا. بس ونصب هزا السحلب. في الكوب. هكزا. وتحطي عليه بقى اصاص الفراول. او. او. زي ما. مثلا تلتين وتلت. طبعا السحلب بيبقى سميك. فهو الفراولة. لا لا لا. قاومها اخف. لا في في ورا على المين فوطة. ايوة. الفراولة قاومها اخف فهتطفو. فوق السحلب. هكزا. حاجب انتي كده. تعالي انتي كده. ترى. حلو ده. زي ما عايز. وبيدف جدا ولزيز. لأ ولزيز. قوي. او. مرسي يا موانا. مرسي يا شديد. احكي ان عملتي النهاردة كده. النهاردة عملنا سانية الكرومب بالبطاطس والسجوء. وعملنا سلطة البنجر بالجرجير. وعملنا سحلب بالفراولة. مرسي موانا صباحي نورتي وشرفتي. كالعادة. نسمع يونس لكينج محمد منير اه. نبعات الالف السلام وتحية. موه. وبوسة وحضنة كمان. وحسام حيغنيهانا دلوقتي. بعديها ناخد فاصل بعد فاصل نجعلكم في الوارشة مع ناردين ثمير. مش نشوف الشغل الحلو اللي تعملوه على الجزم. خليكم معنا سمحتوا. مزيكا. يونس ببلاد الشوق. او يا ولد الهلالي. بتونس بكموع العين. وانا بايد اهالي. يا يا ولد الهلالي. لا عليا ودافي. يا عزيزة بنت السلطة. لو يتغير الزمان. ويجاب الفيني بأي مكان. كنت عشاك من غي ما تقولي يونس. انا يونس. كنت يا جلوة متى المحبوب. ويتو في قلبي قبل ما تتوب. ويا ولد الهلالي. لا عليا ولا فيه. انا يونس وينسيت من يونس والدنيا. ما لز عليا. قلبي ضاع يا مني لا جهلي. باين نسيت حضاءهلي. انا مفع حبك من غير قلبي. ما ترد دعليهم وعليا قايا والهلالي لا علي غلابي يا عزيزة يا بنت السلطان لو يتغير الزمان وجابلتيني في أي مكان كنت عشق من غير ما تقولي يهود أنا يهود كنت عشق الوهود المحبوب ويده في قلبي قبل بطوب ويا ولد الإلالي لا علي ولا بي أنا يونس وينسين من يونس والدنيا مالت علي اوپا أربا شراشي أربا شراشي